خالد بن الوليد سيف الله المسلول هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد من مغيرة المخزومي القرشي ولد في عام 592 في مكة المكرمة ويعد من أبرز قادة العسكريين المسلمين وأكثرهم حينكه يعرف بالبراعة بتولي أمور قيادة جيوش المسلمين وكان مخططا عسكريا حسنا قاد الجيش الإسلامي في كل من حروب الردة وفتوحات بلاد الشام والعراق لم يذكر أنه هزم في معركة قط فقد سجل انتصارات حاسمة في التاريخ الإسلامي العريق قاد المئة من المعارك الحامية الوطيس ضد عدد من الإمبراطوريات من أبرزها الرومية البيزنطية والساسانية الفارسية وحقق نصرا ساحقا في معركة اليمامة وأليس والفراض واليارموك والولجة بالرغم من محاربة خالد بن الوليد للإسلام في بداية عهده إلا أنه اعتنق الإسلام وحسن إسلامه بعد صلح الحديبية ويذكر أنه كان قد ألحق الهزيمة بجيوش المسلمين في غزوة أحد وانضم لصفوف الأحزاب أعداء الإسلام في غزوة الخندق إلا أنه بعد أن أسلم انضم للمقاتلين المسلمين في غزوة مؤتة وفتح مكة يعود نسب الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قبيلة قريش وهم من أشراف العرب ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسب عند الجد السادس للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرة بن كعب نشأ ابن الوليد وترعى في ربوع الصحراء كما جرت العادة لدى أشراف قريش فنشأ في كامف مرضعة خاصة به واستمد صفته من الجو الصحراوي الذي ترعى رعا به وعند بلوغه سن السادسة عاد أدراجه إلى قبيلته ووالديه عانى من مرض الجدري خلال مرحلة الطفولة وبقي أثرا لهذا المرض على الخد الأيسر له وظهرت مهاراته في ممارسة الفروسية التي كان قد تعلمها في سن مبكر وتفوق على أبناء جيله وهو ذو قوة وشجاعة وإقدام وأثبت ابن الوليد وجوده في ساحات المعارك بما يتمتع من خفة في الكر والفر والبراعة في المقاتلة لبى خالد بن الوليد رضي الله عنه دعوة الوليد بن الوليد إلى الدخول في الإسلام وكان ذلك بعد بعثات الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة إلى الوليد يسأله ويدعوه إلى دعوة خالد إلى الإسلام وعلن إسلامه بعد أن رفض كل من صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل مرافقته في ذلك ورافقه في رحلة إسلامه عثمان بن طلحة العبدري وجمعتهم صدفة بعمر بن العاص الذي كان متوجها إلى يثرب ليعلين أسلامه فكان عاما مليئا بالمسرات نظرا لدخول هؤلاء الثلاثة إلى الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولته الشهيرة إن مكة ألقت إلينا أفلاذ كبدها وانتقل الصحابي الجليل خالد بن الوليد إلى جوار ربه في عام 21 للهجرة ودفن في مدينة حمص وفي دواية أخرى قيل إنه توفي في المدينة